السلام عليكم ورحمة الله معكم محمد هيني من قناة TheFixer في الفيديو ده هخليك ترى في ازاي تتابع استهلاكك من باقة الانترنت المنزلي وكمان هخليك ترى في ازاي تضيف باقة اضافية على الباقة بتاعتك او تجدد الباقة دي وانت اعف بيثك فتابعونا عشان نقدر نتابع استهلاكنا او نضيف باقة اضافية او نجددها هنوح ننزل application اسمه MyWay ال application ده خاصة بالموبايلات والتابليتات اللي شكاله بنظام ال IOS او ال Android بالنسبة ال IOS هنوح ننزل ال application ده من App Store اما بالنسبة ال Android هنوح على Play Store اللي هو هنشرح عليه حاليا واللي هيتعمل على ال Android هو هو اللي هيتعمل على ال IOS يلا بينا ننزل الابليكيشن هنوح على الموبايل بتاعنا اللي شجر بانظام الاندرويد وهنضوع على اسمه بلاي ستور وده بينزل مع اي ديفايس شجر بانظام الاندرويد سواء موبايل او تابلت او اي ديفايس تاني هنلاقي بنامج موجود متصطة بقريديو وده بيبقى نزل معايا نظام تشغيل اندرويد هنفتح البلاي ستور بتاعنا وبعد ما يفتح معنا بالمنظر ده وده موحد على كل الابليكيشن زي ما اتفقنا لشجر بانظام الاندرويد وهيكتب هنا ماي هيظهر بمعنى البينامج بالمنظر ده هو هيقول له انستول بعد ما اقول له انستول هاستنى شوية على اه ما يحمد وكده الابليكيشن اللي ستطب عندي على التليفون بتاعي اقدر افتحه من في الليل لان انا ابرط اوبن هنا او على الايكونا بتاعته اللي ها لقيها ظهرت معايا في قيمة البرامج اللي مسطب عندي على التليفون هضغط على الايكونا بتاعته هيفتح معايا بالمنظر ده بعد كده هدوس على ابدأ بعد ما ادوس على ابدأ هيقول لي انت هتنشئ حساب الاول مرة ولا انت لديك حساب بالفعل انا بالنسبة لنا هنا هنشئ حساب لاول مرة فهضغط على التابة خاصة بانشئ حساب هيقول لي هنا دخل رقم الخدمة اللي عليها الانترنت الانترنت هروح ما دخلو هنا رقم الارضي اللي عليه الخدمة خاصة بالانترنت بعد ما كتبت الراقم اللي عليه خدمة الانترنت اللي انا عايز اعتابع عليها الاستهلاك هو هايلو الدوق المتابعة بعد ما تدوس على المتابعة هلقيني على الصفحة التانية اللي هو تعيين كلمة المهور لحسابك لازم تكتب له هنا رقم اه او باسورد يكون خاص بالحساب ده ويكون انت فاكه وما تنسهوش عشان ده اللي انت هتسجل به في اي وقت بعد كده بعد كده هتدوس على اوافق على الشروط والاحكام الخاصة بالشركة و بعد كده هتقول له التالي بعد كده هيقول لك انا هبعط لك كود على الرقم ده الرقم ده اللي هو انت كتبته لما جيت تتعاقد على الانترنت في شركة وي ولو انت مش فكر هو بيحط لك اخر رقمين فيه عشان تفتكه عشان هو ده اللي هيبعط لك عليه الكود اللي انت هتاكتف بي الاكاونت ده. انا هدخل الرقم هو ابعط لي خلاص الروسالة. بعد كده هيقول لك خلاص تم انشاء حساب بنجاح انت كده خلاص سجلت في البرنامج. تقدر ان انت بقى تتابع استهلاكك على بقى ما انت دخلته. وعلى كده نبدأ ان احنا نقول له ابدأ. بيقول لك اضغط هنا الحصول على مزيد من التفاصيل. فانا لا هقول له ان افهمتك لان انا جاي دلوقتي انا هشرح لك انت تتابع استهلاكك ازاي. في ملحوظة احابب اعرفها لكو قبل ما نتابع موضوع الاستهلاك. اه دلوقتي لو انت متعقدة على سعة مية واربعين جيجا. فالمية واربعين جيجا دول بتبقى انت راخدهم على حاجات كتير مش دول لود فقط. لان في معلومة مغلوطة عند الناس ان انا راخد مية واربعين جيجا. يعني انا راخد مية واربعين جيجا دول لود فقط. لا احوال مية واربعين جيجا دول في حقيقة الامر هما بيبقوا upload ودول لود. وستريمينج وبراوزنج. يعني اي حركة انت بتعمالها على النت بتتحسب من الباقة دي. يعني فتحت جوجل فتحت اه ويب سايت معين فتحت فيديو على اليوتيوب. اه فتحت فيديو على الفيسبوك. فكل الكلام ده بيبقى محسوب من الباقة. اه الباقة دي ما بتبقاش دول لود وابلوط فقط. لا اهي بتبقى كل حاجة انت تتمالها على الانترنت بتتحسب من الباقة دي. يلا بينا بقى انتابع. ازاي نعرف استهلاكنا? عشان اتابع استهلاكي الخاص بالانترنت هيكون من خلال السلايدر اللي في نص القاب الموضح عندنا بالمنزر ده. طيب عشان اتابع الاستهلاك ده هدوس على التابع الخاصة بالانترنت المنزلي وهفضل دايس عليها وهسحب نحية الشمال. هيفتح لي سمعي عن الاستهلاك بتاعي. هيقول لي انت الباقة بتاعتك. مية وسبعين جيجا. اللي فضلك فيها تمانية وسبعين جيجا وتمانية من عشرة. يعني اللي انت استهلقته كلال الفترة اللي فاتت حوالي واحد وتسعين جيجا. طب ده بالنسبة لساعة الاستخدام او ساعة الاستهلاك كالجيجاب بتاعت الباقة بتاعتي. طب انا فضلي كام يوم في الباقة دي. وهي ابتدت امتا وهتنتهي امتا? هتدوس على التابع الخاصة بقدارة نظامك. هيفتح لك سمعي بقى عن الايام. هيقول لك اليام المتبقية 18 يوم وتاريخ التجديد يوم 18 اربعة. وهيقول لك التكليفة بتاعت التجديد مية وعشرين جنيه. ده بالنسبة لعدد الايام. احنا الاول عرفنا ازاي. اه تعرف استهلاك كالجيجات. لكن هنا هو بيعرفك عدد الايام اللي ما بقيه لك في الباقة دي. وكمان بيعرفك التاريخي التجديد بتاعها. طب نفترض انا الباقة بتاعتي خلصت اللي هما ال 78 جيجا دول بقى خلاص خلصه. وقبل معادي التجديد ده اللي هو يوم 18 اربعة خلصة الباقة دي مثلا يوم 15 اربعة. وانا مش ادر استنى التلاتة ايام اللي فضلين في الباقة دي لاني ساعتها النت بينزل لسرعة 250 كيلو بايت. طب انا هتصرف ازاي انا مش ادر استنى التلاتة ايام دول. اه ساعتها هروح على فاوية وهقول له اشحلي اه بقيمة 120 جنيه على الرقم الارضي اللي عليه الخضنة بتاعتك. يعني اه هتدفع الفلوس اللي هتديك 120 جنيه. اللي هم هيكونوا كوابة المية سبعة وتلاتين جنيه. طبعا القيمة دي بتختلف من باقة للتانية. لحسب الباقة بتاعتك هتقول له اشحلي الراسيط ده. انا عندي هنا مثلا 120 جنيه تكلفة تجديد الباقة. فانا هقول له حطي رسيط ب120 جنيه. وهتشوف هيقول لك بقى الفلوس هتكون كامل. لا هي غالبا هتكون مية سبعة وتلاتين جنيه بالنسبة للباقة بتاعتي. في باقات تانية تبقى اغلى. في باقات تانية تبقى ارخص. انت على حسب باقتك هتيجي عند الصفحة دي وتشوف التكلفة عندك كام? وتقول له الراجل بتاع فروي انا عايز رسيط بقيمة التكلفة دي اللي هي عندنا زي ما قلت ووضحت 120 جنيه. وبعد ما هيشحلي رسيط ده. هايزهر لي رسيط ده فين قبل ما دوس تجديد هنا هيظهر لي رسيط ده في الصفحة اللي عندي هنا هيقول لي رسيط المتبقي انا عندي هنا تسعة وتلاتة. يبقى انا محتاج هنا فوق التسعة وتلاتة دول حوالي مية وحدوشرة جنيه. عشان بالزلط يبقى عندي مية وعشرين جنيه. فانت نفسك واشحن اه باقتر. كده كده الفلوس الزيادة هتبقى عندك اه في المحفظة يعني كل ما هيبقى عندك فلوس هتقللك الفلوس من الشهر اللي بعده. فانت عشان تتأكد ان الوسيط جالك من فور هتلاقيه ظهير لك هنا. في في الخانة اللي هي آآ آآ الوسيط المتبقي دي. بعد كده هترجع على قدرة نظامك. وهتدوس له تجديد. تمام? نفترض انا مش عايز اجدد الباقة انا عايز باقة اضافية كده تماشيني لتلاتة ايام اللي قلنا آآ آآ عليهم او اللي هيبقوا مباقي اللي في الباقة عندي. فانا مش عايز اجدد انا عايز اضيف باقة اضافية كده. تماشين الكاميوم دول. هعمل ايه? هتبقى من خلال صفحة تانية مش من هنا. هتبقى من خلال باقات اضافية هنا. بعد كده هدوس على آآ باقات اضافية تاني. هيقول لي باقات شحنية ولا بلاستيشنوي. هيقول لي باقات شحنوي. هيقول لي مرة واحدة اللي تجديدت القواية الفرق ما بينهم. مرة واحدة اللي هو للمرة دي بس تجديدت القواية اللي هو كل ما الباقة ما تخلص هو هيدخل الباقة الاضافية دي من عنده. بس لازم طبعا يكون فيه رسيد في المحفظة الخاصة بالرقم ده او بالاكاونت ده. هدوس مرة واحدة هيديني تلات اختيارات هيقول لي هتديك عشرين جيجا بتلاتين جنيه. هتدي خمسين جيجا بايت بستين جنيه. هتديك مية جيجا بمية جنيه. طبعا احنا مش هننوحل المية جنيه دي لاني ممكن ازود عليهم حقاية تلاتين جنيه اجدد الباقة. لا انا هبعايز مسلا حاجة كده تماشين تلاتة ايام فهاخد العشرين جيجا لهم بتلاتين جنيه. هدوس له هنا اضافة هيقول لي خلي بالك انا هضيف لك باقة عشرين جيجا بتلاتين جنيه. انت موافق هتقول له موافق طبعا لازم يكون زي ما قلنا قبل كده يكون فيه رسيد في المحفظة بتاعتك. تمام? بكده احنا نكون عرفنا ازاي نتابع استهلاكنا. ازاي نجدد الباقة قبل معادها. وازاي نضيف باقة اضافية اه في حالة انتهي الباقة الاساسية برضه اه قبل معاد التجديد. اتمنى ان يكون الفيديو افادكم. اه في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعرف ازاي نحفظ على باقة الانترنت. المخالة ان احنا هنعرف مين سارق مننا الانترنت او سارق مننا الواي فاي. وازاي نقفل عليه اه النت. وكمان هنقفل كام اوبشن المفتحين في الويندوز بيستهلكم باقة الانترنت بدون دعاية. فاتبقوا معي الفيديو القادم.